اهلا بحضراتكم من جديد من دجلة الى بيتروجيت افرح يا اهلي افرح يا اهلي لانه الحقيقة مش بس القيمة في البطولة بس وصول فريق انه يكون اخد اربعين دوري في تاريخ البطولة على فكرة ده انجاز اللي عملوا على مستوى العالم طوال تاريخ الكرة تقريبا 8 اندية منهم الاهلي بالنسبة مقوية هنلاقي الاهلي اعظم هؤلاء التمانية لانه عدد مرات البطولة عدد سنواتها فريق ياخدها اربعين مرة هنلاقي النسبة المقوية للاهلي هي الاعلى على مستوى او على طوال تاريخ الكرة ومع هذا بعد كل هذا الانجاز الكبير فريق عنده هذا النهم الشديد لتحقيق المكسب والانتصارات فريق ما زال محتفظ بقوة وروح البطولة فريق عنده من الدوافع ما يكفي انه ينافس ارقامه القياسية الشخصية كل مباراة سلام هارجع تاني بقوة انا ياسل وليد كيف نمبره وهو بيرد على الحتة دي بيقوله ايه الحرص الشديد ده على تحقيق البطولات قال له شوف احنا احنا لو تشوفنا واحنا متعدلين مطش سموحة طول الدور ده جدا وعاملين مش قادرين يسامح نفسنا. وكابتن حسام البدري ده براهيم فاي بيقوله كده وقاله كلنا عاشين هذا الحلم. الأهلي ما عندوش حال غير انه يكسب يكسب يكسب. ولما ما بيكسب شيء بيبقى احنا دي حالتنا. لان الحقيقة شوف بقى الفكر. لو تعودنا على ان احنا نقبل بغير المكسب ما عندناش نكسب. بالضبط بالضبط. ولذلك كان واق الجمعة وبركات وابوتريكا وجسي وكلنا. لما يحصل ما نكسبش ماتش يقولونهم الماتش الجاي ده اهم ماتش في مساريتك. طبعا انك تستعيد نفسك بسرعة. الماتش الجاي تحديدا بعد الهزيمة لازم تكسبه. فقال لك خلاص اتعودنا على دي. ودي بننقلها زي ما اخدناها من اللي قابلينا لازم ننقلها للوران. صحيح. القيمة اللي زي ده. القيمة اللي زي ده. ارجو ان لا يعمل بالعمل لاني كان بيغريه. يبريم فاي بقوله ما تيجي معايا انت راجل دماغي مرتبة بعد ما تبطل وعمل اعلامه. فريحك وليد. انما انا ارى ان وليد لا ينبغي ان يغادر النادي الاهلي ورشحه للعمل الفني تحديدا. ده لو بقى مدرب خد من تحت ايده لعيبة بشخصية بخلق بانتماء وليد. وليد. سكنك هذا الوليد. فكره مش محتاجة تكلم معاه. ايوه. انا عارف انه هو خلاص هيقول اللي احسن من اللي انا اقوله. حينقل بتجربة عملية احسن من اللي انا هقوله. انا بابصله انه نموذج مش وليد يعني انا مش واخده كواليد سليمان. انا واخده هو ده النموذج اللي مدور عليه. انه انقل عنه الحالة التي ينبغن يكون عليها لعب النادي الاهل. اللي تحب يتلاقي لعب الاهل عليها. وانا اعتقد ممكن لو تكلم حسن معاشون هتجده على يديلك نفس المفاجئة السعيدة. وكلهم الحقيقة لعبتنا الكبار المحترمين. عشان كده كلام وليد يا جماعة انا قلتلكوا في الجزء الاولاني. رد بعضمة لسانه عن كل العلوين والمنشتات اللي انتم سمعتوها وقاريتوها الفترة اللي فاتت على المواقع. ان فيه فتنة في الاهلي. تمرد. وفيه تمرد. ويوزاج باسمه تحديدا. واللعيبة. ويتقال اول واحد يوم وليد سليمان طلبين يتساوب عبدالله السعيد. تعرف انه سأله. اه. بقولك كان ضغط عليه. بمهنية. بفخخه. اه. اه. قال له انت مزعلتش ان انت استعجلت ومضيت وشفت بعد كده عبدالله السعيد نتيجة. قال له انا جالي الي يرديني. انا مليش دعو غيري. اه. انا خدت الي يرديني. اه. ولو جالي اكتر من كده يبقى فضل من ربنا. وبعدين هما مسبناش نتكلم. اه. كابتن ساجه. ورادانة بمبالغ لم نطلبها. اه. طب تزعى ازاي من نادي الاهل يا سيد ابراهيم. اه. اه. يعني ردود محترمة. صحيح. بدون مبالغة بدون ادعاء. طيب مباراة الاسبوع الاثنين وثلاثين. الاهلي فاز على وادي دجلة واحد صفر. والمقولين اتعادل مع الزمالك صفر صفر. الاسماعيلي فاز على المقصة اثنين واحد. والاسيوطي حول الحياة علي مهر عمل مباراة كبيرة. كان متأخر من قدام بترجيت اثنين صفر. تمكن. اه. الاسيوطي من تعديل النتيجة. والفوس كمان تلاتة اثنين. النصر كسب الرجاء تلاتة واحد. والداخلية كسب طنطة اثنين صفر. والانتاج تعادل مع اسموحها صفر صفر. ودي كانت نتيجة ايضا الاتحاد والجيش. وطبعا تأجلت مباراة المصري وامبي. بسبب مشاركة المصري في الكنفدرالية الافريقية. وتعام بارح تخطى مونانا الجابوني. وداخل دور المجموعات في الكنفدرالية. كل الصحف تحدثت عن فوز الاهلي. على وادي دجلة. هنقول لكم بعض العنوين. الأخبار. الأهلي يعبروا الوادي بهدف أزارو. البطل يسيطر معظم الأوقات. ومحاولات دجلوية بلا إيجابية. من اللي حطت العنوان ده؟ لا مش هنا. الأهرام يسقط ماله فيسجل أزارو ويفوز الاهلي على وادي دجلة. الأخبار المسائي. الأهلي وأزارو يحطمان الأرقام. بطل الدور يفوز على دجلة. والمغربي يكسر أرقام في لافيو وأتاكا. الأهرام المسائي. الأهلي يطارد الأرقام القياسية. فاز على دجلة ليكمل الانتصار على 17 فريقا. في موسم خمس نقاط تفصله. هل يكون فرق المصابقة؟ وخمس نقاط تفصله عن الزمالك وأزارو يكتب التاريخ. والمساء قالت الأهلي بطل النهاية هزم دجلة بهدف أزارو. ودفعه لحفة الهاوية. إيه حكاية الأرقام القياسية؟ ما هو برضو أرجع ثاني للحوار. أنت بتتحدى دلوقتي خلق الدوافع. يعني أنت ممكن تقول لي بقى خلاص بقى إحنا المتشط خلصت نبتدي نجرب ونبتدي نعمل ونهدي اللعب شوية وندي أجازات ونعمل وش عارف إيه. وده فيها منطق على فكرة مش كانتش هتبقى غلط. لكن تبص تلاقي نفسك تخلق نفسك تحدي جديد وده وفع جديد أن عندك أرقام وعندك تاريخ. أنت يكتب لجيلك. وعدين لما تبص تلاقي كابتن وليس سليمان مع برين فاي بيقول الكلام ده. وكابتن حسام البدري مع كابتن شبير بيقول الكلام ده. يعني الجميع تحدث نغمة واحدة ثقافة واحدة. ولذلك اللعيب اللي معدوش هازل ثقافة صعب يعيش في الأهلي يبداي يتخنق. صحيح. مجالة الأهلي أبرزت العملية الجراحية التي أجريت للكابتن محمود الخطيب في ألمانيا. في صدر الصفحة الأولى جراحة نجاحة للخطيب بألمانيا. سلامتك يا بيبو. والإشارة إلى الرقم القياسي اللي وصلوا الأهلي بالفوزة على كل منافسية. في المسابقة الأهلي يهزم الجميع ودجل آخر الضحايا. رقم قياسي لبطل الدوري واحتفالية الدرع الأحد. وإشارة إلى أضبط يد خبيثة تعبث في التحكيم الأفريقي. دي إشارة إلى تعيين طاقم حكام سنغالي لمباراة الأهلي والترجي. هو نفسه اللي كان طاقم حكام مباراة الأهلي والترجي 2-2. اللي أثارت جدلاً واسعاً حول مستوى التحكيم فيها. وأيضاً صدر الصفحة الأولى عن بطولة أفريقيا لكرة اليد. وكيف أن يد الأهلي تواصل حملتها للسيطرة على القرى السمراء. الأرقام القياسية في فوز الأهلي على ديجلا بشواندس. الأهلي عادل الرقم القياسي في عدد الانتصارات لأي فريق في موسم واحد. وما من رقم قياسي في الدوري إلا والأهلي صاحبه. ويكسروا. الأهلي عنده ستة وعشرين فوز في موسم أربعة وسبعين خمسة وسبعين. بصوا المفارقة أربعة وسبعين خمسة وسبعين. كابتن محمود الخطيب وقتها رأس حربة الأهلي يقود هجوم الفريق. 2017-2018 محمود الخطيب رئيساً للنادي يقود مجلس الإدارة. بين هذا وذاك رقم قياسي كبير قوامه ستة وعشرين فوز في موسم واحد. هو أنا مجل نطلب طلب. أنا مش عادل الأرقام الصماء. أنا عايز نسب. لأنه هو الأهلي عام ستة وعشرين فوز من كام مباراة في أربعة وسبعين خمسة وسبعين. هو أربعة وسبعين خمسة وسبعين كان فيه كم فرقة في الدوري. مؤكد أنه ممكنوش. أربعة عشر فرقة. طيب مؤكد كمان موسم أربعة عشر خمستاشر كان فيه كم فرقة؟ أربعة عشر خمستاشر كان تقريباً نفس الرأقة. أربعة عشر خمستاشر إزاي؟ أه ده كان عشرين فريق. عشرية كان 38 أسبوع. فأنت لما تحقق نفسي من كام مباراة لازم النسب. النسب والتناسب. والذي قال لك أنا هدف الدوري من كام مباراة. النسب يا جماعة أهم. أو نجيب الرقمين. كذا بنسبة كذا. الرقم القياسي الثاني الأهلي عادل به عدد الأهداف لفريق في موسم واحد. سجل سبعين هدف في موسم أربعة وسبعين خمسة وسبعين. الأهلي محتاج جون واحد فقط. عشان يعادل الرقم القياسي المسجل باسم نادي الترسانة وهو واحد وسبعين هدف. اللي الترسانة عمله في موسم تلاتة وستين أربعة وستين. والشيء بشيء يذكر بكرة الذكرى السنوية لرحيل الكابتن حسن الشازلي. الهداف التاريخي لدوري المصري ولنادي الترسانة عليه رحمة الله. أنا متأكد أن كل جماهير الكورة أو معظمها مبارح زعل لعدم عودة الترسانة للدوري الممتاز. طبعا. ناس كلها كانت بتتمنى الشوكيش يرجعوا للدوري تاني كانت عندهم فرصة ولا أسهل من كده. مش مش يعني لا نغمت حق نجوم المستقبل. طبعا. ولا نستخسر فيه بالفرحة. صحيح. لكن أنت متصدر من أول المسابق. كيف تفرط وأنت بتلعب في مصر على أرضك في هذه الفرصة. بينما نجوم المستقبل بيلعب برأ أرضك ويستطيع نحقق الفرصة. وفريق حديث في مواجهة فريق عريق لو سوالات وجوالات في تاريخ. وجمهورية شبيني اضطرد منه لعب في بداية المباراة. يعني كل الفرص بتسهل مهمة الشوكيش. لكن. على الفكرة هو ده المشكلة. إنه المباراة كانت سهلة. مدى تسهلة. آه. هي دي المشكلة. الرقم القياسي الثالث الأهلي وصل للنقطة 82. بقى بيبعد خمس نقاط فقط عن معادلة الرقم القياسي. وهو 87 نقطة لفريق في موسم واحد. وده مسجل للزمالك في موسم 2014-2015. لكن قلنا إنه الزمالك سجله في 38 أسبوع. كانت دوري 20 فريق. هذه المرة الأهلي وصل للنقطة 87. تفصوله خمس نقاط فقط عن معادلة رقم الزمالك. الأهلي عنده تسع نقاط متاحة. في تلات مباريات. لو حصل عليها جميعاً. هيوصل للنقطة 91 من 34 مباراة فقط. وده هيبقى رقم خياسي كبير جداً. وليد أزارو دخل التاريخ الاخر بهدفه رقم 18. بهذا الهدف. ده الهدف التاريخي. هو الهدف التاريخي للعيبة الأجانب في مصر. تخطى رقم فلافيو. وتخطى رقم أوتاكا. كان كل منهم سجل 17 هدف. وليد جي طل غلب الكل. أحسن حاجة فيه شخصيته. طب هو وعليه. فارق الصرع والقوة بتاعت الدبابة اللي بتجي نوراه. وهو عايز يبدو المجود مضاعف. وهو بيلف. يعني هو بيلف عايز يعمل سبرينت. التوربيد. اه. يعني إحساسه بأنه وراء توربيد يعني. هشوف شوف. عايز يعمل سبرينت مقدرش. اي. لا اللي هزم كل فرق الدور زي ما قلتلكم. بعدد 26 فوز فاز مرتين. فاز على اسماعيل رايح جاي. دي الاسماعيلية رايح جاي. فاز على الانتاج. وعلى انبي. وعلى المأولين. وعلى الأسيوتي. وعلى الاتحاد. وعلى الداخلية. وعلى الرجاء. وعلى النصر. كل دور رايح جاي. فاز على المصري. وعلى اسموحة. وعلى المقصة. وعلى طنطة. وعلى الزمالك. وعلى بيتروجيت. ووادي دجلة. والجيش ويتبقى له مباراة واحدة وتتبقى له مبارايات بتروجيت والزمالك والمصري دوافع الاهلي الحية القوية كانت محل إشادة كثير من الخبراء والمحللين نبدأ الجولة مع كابتن حسن شحاتة في دي ام سي كيف رأى المعلم فوز الاهلي